نهاردة بنبدأ حلقتنا بخبر من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني اللي بتوجه خطاب للمدريات التعليمية بقواعد ومعايير تنفيذ مصابقة القرآن الكريم والثقافة الإسلامية وده للعام 2023-2024 اللي قالت هلنا وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني هي بترسل القواعد والمعايير اللي من خلالها بتنفذ هذه المصابقة من موضوعات حفظ القرآن الكريم وحفظ الأحاديث النبوية الشريفة المستوى الأول في هذه المصابقة لحفظ القرآن الكريم كله مع جودة التلاوة وتفسير الأجزاء تلت أجزاء الثامن والعشرين والتاسع والعشرين والثلاثين وده بالنسبة لي المستوى الأول عندنا بقى الجزء الخاص بالحديث في هذا المستوى هو حفظ أحاديث كتاب الأربعون النووية كاملة ده بالنسبة للمستوى الأول عندنا مستوى تاني في هذه المصابقة وهو حفظ القرآن الكريم من أول سورة يونس إلى آخر سورة الناس مع جودة التلاوة وتفسير الجزئين التاسع والعشرين والثلاثين الجزء بقى الخاص بالحديث في هذا المستوى اللي هو المستوى الثاني من الحديث الأول للحديث رقم عشرين في كتاب الأربعون النووية المستوى الثالث هو حفظ وجودة تلاوة الصور من أول سورة القصص حتى سورة الناس وتفسير الجزء الثلاثين من القرآن الكريم الجزء الخاص بالحديث من الحديث الأول وحتى الحديث العاشر في كتاب الأربعون النووية وأوضحت الوزارة أنه لازم كل هذا الأمر يكون معروض في كافة المدارس من مدارس حكومية مدارس دولية ومدارس خاصة حتى تتاح الفرصة لجميع الطلاب للمشاركة في هذه المسابقة طبعاً إحنا بنتمنى أنه الكل يشارك في هذا الأمر علشان طبعاً دي حاجة حلوة جداً أنه ابننا أو بنتنا يكونوا حفظين القرآن الكريم ويقدروا يدخلوا مسابقات ويكتازوا هذا الأمر والمسابقة دي حتتنفذ في فبراير 2024 هنعرف كل التفاصيل الخاصة بهذا الأمر من التقديم هيكون في المدارس والمدارس بترشح الأولاد اللي على دراية بالقرآن وحفظين هذا الأمر بالشكل الصحيح